اشتركوا في القناة ينقل وننقل لكم هذه الاحداث التراثية الجميلة مع هذه الاشواط وفئت ايها الاخوة اللقاية ما شاء الله مع الجعدان مع الجعدان الاسهامي اللي حاضر هنا على ارضية هذا الميدان شوطنا الثالث في مجموع هذه الاشواط ولكنها الشوط الاول الرئيسي الشوط الحساس دائما شوط الجعدان حساس دائما شوط الجعدان يا جماعة يعني ما بتكلم ولكني بشيري للميدان بشيري للميدان القلوبة تشتاقي الى النداء هناك اللي في المركز الاول ما شاء الله اللي مروح مروح سعيد بن عبدالله بن محمد بن هلي من يأتي ويقتنص هذا الموقع بينما هناك رعد عبدالله بن حميد بن سيف بن حميدان ثاني المراكز المركز الثالث بشعار سمو شيخ مكتوم بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم ما شاء الله بنقول سعيد بن عبيد الحميري مع المستريح نقلتنا على المركز الرابع ما شاء الله هناك اللي هو المتر محمد بن حمد على عويسي وخامس المراكز بنقول مصوغان لسيدي سمو شيخ حمدان محمد بن راشد المكتوم عبدالله بن علي بن واس وسادسا هناك من الجانب الثاني مدخور لاصعاب المواقف ما شاء الله وعوض بن محمد بن حسن الثيمة العامري ما شاء الله وفي المركز السابع شاهين سابع المراكز هناك منهج الند الشبا وسالم بن سعيد في عملية التضمير بينما اللي في المركز الثامن هناك برشلوني أحمد بن عبيد بن راشد بن صندل وفي المركز التاسع شاهين منهج الند الشبا سالم بن سعيد في عملية التضمير وعاشر المراكز ناصي ناصر بن حمد بن خليفة بن علي الشامسي ها هي كانت نتيجتنا حضورنا الكريم جمهورنا المميز للمراكز العشر ذعناها عليكم في نداينا الأول في نداينا الأول ومروح أمروح أمروح حتى هذه اللحظة من يسيطر على المركز الأول ما شاء الله وصامدا على مقدمة الشوط حتى هذه اللحظات الجميلة بشعار أحمد بن عبدالله سعيد بن عبدالله بن محمد بن هل ولكن شاهين هناك من الجانب الثاني منهج الند الشبا المملوكة لسيدي سمو شيخ عمدان محمد بن راشد المكتوم أحد شبابنا في عالم هذه الرياضة ساحرة هنا سالم بن سعيد في عملية التضمير ووصل رعاد عبدالله بن حميد بن سيد بن حميدان ثالث المراكز والمركز الرابع البرشلوني ما شاء الله أحمد بن عميد بن راشد بن صندل شاهين خامسا منهج الند الشباح سالم بن سعيد وفي المركز السادس ما شاء الله ناصي ناصر بن حميد بن خليفة الشامسي وصابع المراكز ملهم لمطر بن محمد بن دحروي العامري وفي المركز الثامن المركز الثامن هناك اللي هو بنقول المترو ما شاء الله محمد بن حمد العويسي وتاسع المراكز شاهين سويدان بن مصبح بن سالم المتفيج الاكتبي وفي المركز العاشر هناك من الجانب الثاني مهيض لسمو الشيخ مكتوب بن حمدان بن راشد مكتوب مع محمد بن سعيد بن حلوة هكذا أيها الإخوة كانت النتيجة هكذا كانت النتيجة رحلة جميلة شيقة في هذا الانطلاق من يتابعها من يراقب انطلاقاتها من يراقب كل تحركاتها هو شاهين شاهين موقع القمح ما شاء الله شاهين موقع القمح وموقع الناموس منهج الند الشباح المملوك لسيدي سمو الشيخ حمدان محمد بن راشد المكتوب وسالم بن سعيد هناك في عملية التضمير ولكن الله المتفيج ما شاء الله يتجاوز شاهين من موقع الى موقع لسويدان بن مصبح بن سالم المتفيج الاكتبي ما شاء الله النقل على ملهم مطرب محمد بن دحروي العامري من يقدم ملهم بثالث المراكز وهناك البرشلوني احمد بن عبيد بن راشد بن صند الرابع وفي المركز الخامس ناصي لناصر بن احمد بن خليفة بن علي شامسي نكتفي بهذا القدر ايها الاخوة نكتفي بهذا القدر نكتفي بهذا القدر نكتفي بهذا النداء الجميل والمميز ما شاء الله يشاهين مسيطر على المركز الاول يبغي المركز الاول ما يشده يبغي الشوط الاول الله الله يلجعتان الله يلجعتان الله يلجعتان هل اكتبي من يقدم شاهين بثاني المركز قلت لكم يبغي المركز الأول ما يسده يبال شوط الأول عاني يبال شوط الأول عاني يبال شوط الأول ما زهب لهذا اليوم ما شاء الله تبارك الرحمن تبارك الرحمن على هذا الأداء الجميلة التي تقدمه جنة دشبة المملوكة للمقام السامي المملوكة للمقام الحبيب المملوكة للمقام سيدي سمو الشيخ حمدان بمحمد وراشد المكتوم شكرا يا سالم سالم ويعلك سالم على هذا الاداء الجميل ما شاء الله شاهين بدون اي توامر بدون اي توامر ولا شبه اوامر وسلام يند الشبه سلام تهانين وانه مصدر مركز الثاني شاهين والسيد سويدان بمصابع مزال امركز الثالث ملهم لمطار محمد بن حولي العامل مركز الرابع ناصي ناصر من حميد من خليفة المركز الخامس البرش الوني احمد بن عميد بن راشد من صندل توقيت الزمني ست دقائق ماشا ست دقائق سبع ثواني تحطم التوقيت ما شاء الله تحت اقدام شاهين تهانين والناموس لهج الند الشبه والتهاني دائما المنصورة لسيدي سمو شيخ عمدان محمد براشد دائما قدوم وشكرا لسالم بن سعيد على هذا الاداء الجميل والمميز اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة